شفتوا اه دي اخرت الحقن ايه شكلها اللي تغير خالص ده بوزته كفاياك عمليات تجميل اختاري المنجد صح كل دي انتقادات وتعليقات هجومية طالت الفنانة اروى جودة بعد عرض اول حلقات من مسلسل نعمة الافوكاتو واللي ظهرت فيها اروى بملامح مختلفة عن ملامحها اللي تعود عليها الجمهور والشها كان واضح عليه انه مش في حالته الطبيعية وده اللي خلاهم يربطوا تغيير شكلها بانها لجأت لعمليات التجميل ولكن التعليقات كانت عنيفة جدا من الجمهور اللي هاجم اروى هجوم قوي بسبب شكلها اللي تغير وطالتها انتقادات كتير ولكن اكتر تعليق استفز اروى كان لوحدة من الجمهور كتبت اروى جودة والشهاباز من دي هو المنجد يا يخصارة عشان ترد عليها اروى جودة وتقول لها الغبية اللي بتتكلم عليها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو وبتحاول تلاقي الهلاج الصح ربنا ما يوريكي ورمضان كريم عشان تتحول نبرة الهجوم لنبرة كلها تعاطف ودعم الاروى جودة بعد ما كشفت عن تعبها الا ادى ان وزنها يزيد بشكل ملحوظ وملفت وبتحاول خلال الفترة اللي جاية تتعالج وترجع لوزنها وشكلها الطبيعي بس ما كانش ده الانتقاد الوحيد اللي توجه لاروى جودة فمشاركتها في مسلسل نعمة الافوكاتو كان ليه نصيد من الانتقادات دي ووجه جمهورها اللوم ليها بعد موافقتها بالمشاركة بدور تاني مع مي عمر لانهم شايفين ان اروى جودة احسن كموهبة وكمان بسبب تحجيم محمد سامي لدورها في المسلسل وشايفين انها تقدر تشيل مسلسل لوحدها اشتركوا في القناة